جلالة الملك يبحث مع كبار المسؤولين في لندن آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بناء على التوجيهات الملكية محكمة أمن الدولة تفرج عن عدد من معتقل الاحتجاجات الأخيرة وقوات الاحتلال تقتحم مقرات لمؤسسات أهلية وتصادر محتوياتها في مدينة رامالله السابعة والنصف في قناة رؤية أهلا بكم إلى نشرة الأخبار أهلا بكم التقى جلالة الملك عبد الله الثاني مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وذلك في إطار الزيارة الرسمية لجلالته إلى المملكة المتحدة ويبحث جلالته خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات السياسية والبرلمانية والإعلامية البريطانية آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المستجدات على الساحة السورية وسبل تحريك جهود السلام استنادا إلى حل الدولتين والدور الأوروبي في إحياء العملية السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى بحث آفاق التعاون الأردني لبريطاني في مختلف المجالات وسبل تطويرها وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك وتتابعون الليلة في برنامج نبض البلد حلقة جديدة تتناول قراءة في مضامين الخطاب الملكي في الجامعة الأردنية ضيف الحلقة رئيس الجامعة الدكتور الخليف الطراونة وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أسامة تليلان نظم منتدى الفكر العربي اليوم ندوة فكرية سياسية بعنوان المشروع الحضاري العربي الميثاق الاجتماعي العربي بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال وبمشاركة واسعة من القطاعات الشبابية وخبراء وأكاديميين معنيين في العالم العربي ونظرا للأوضاع التي يشهدها الوطن العربي دعت الندوة إلى تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل رفض الشعوب للاستبداد واحتكار السياسة من جانب منخب محدد وأشارت الندوة إلى أن الشباب يشكلون النسبة الأعلى في المجتمعات العربية ويلعبون دورا أساسيا في الحراك العربي الراهن وقد برهنوا للجميع على قدراتهم على التغيير وفي ذات السياق دعا أعضاء منتدى الفكر العربي وبمبادرة من رئيسه سمو الأمير الحسن إلى وضع ميثاق اجتماعيا عربي يستجيب للتغيرات الحاصلة ويضمن مستقبلا أفضل ويسهم في استنهاض قدرات الأمة لسيما إذا تأسس هذا الميثاق على قيم العدالة والحرية والمساوى كافة ما يؤكد على أهمية الإقدام على بناء الوطن طبعا المفردات تترادف أحيانا دولة أخرى نظام بعدها سلطة أقول ماذا الدور للوطن وإذا كان هناك دور للوطن ماذا عن المثاق الاجتماعي كل هذه الأقاليم أمريكا اللاتينية جنوب آسيا جنوب شرق آسيا تتحلى بميثاق اجتماعي بميثاق اقتصادي بلائحة حقوق وواجبات بلائحة مواطنة ميثاق للمواطنة حقوق وواجبات قد نصل إلى يوم نتحدث فيه عن الواجبات والحقوق ولكن لنبدأ خطوة خطوة فمن هذا المنطلق كانت الفكرة لدى المنتدى وأعضاء المنتدى أفرجت محكمة أمن الدولة عن عدد من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة بعد قيام المحامين بإجراءات تكفيلهم فيما استثنت من لهم علاقة بالتخريب والاعتداء على الممتلكات ويأتي هذا الإفراج استجابة للتوجيهات الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين وكانت لجنة الدفاع عن معتقلي الحراك عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم أكدت فيه التزامها بالدفاع عن معتقلي الحراك في المملكة مشيرة إلى أن الحكومة تفرق بين المعتقلين في المعاملة حسب توجههم سياسي والفكري وعضحت اللجنة أن هناك تجاوزات بالإهانة والضرب بحق المعتقلين مؤكدة أن هناك أشخاص ليسوا من الحراك تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة وتوجيه التهم لهم من جهة أخرى المركز الوطني الحقوق للإنسان مقصر تقصير واضح حيث لم يقم بزيارة أي منهم في هذه الفترة التي قاموا بها في الإضراب في السجون ونقول الآن أن هناك إضراب في المقر واحد وأن هناك سوء معاملة في أم اللولو وهناك سوء معاملة في الجويدة أنا يوم السبت الماضي كنت في الجويدة هناك ثمن نزلاء إسلاميين في سجن الجويدة موجودين في زنازين انفرادية نطالب وقف هذا التعذيب الممنهج وتحسين الخدمات في السجون داخل السجن إلغاء محكمة أمن الدولة التي هي سياسية وليست قضائية إلى الملف الانتخابي حيث أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عبرت فيه عن غبطتها لاعتماد المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا العام شعار صوتي حقي لصوتي قيمته الهيئة أكدت حرصها على اعتماد المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة ومراعاة مبدأ سرية الاقتراع وعدم التمييز بين المواطنين منوهة بتسهيل آلية اقتراع الناخب الأمي والناخبين ذوي الإعاقة مستجدات أخرى على هذا الملف في التقرير التالي ترشح للانتخابات النيابية المقبلة وستة أسابيع على موعد الاقتراع سباق مع الزمن واستعدادات تعلن بدء العد التنازلي للاستحقاق الذي تنتظره الأوساط السياسية وتترقبه أنظار المهتمين والمعنيين بالترشح أو الانتخاب ففي معرض التحضير للعملية الانتخابية قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بنيهاني إن الهيئة أبرمت مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبين بهدف تنظيم عملها في مراقبة مرحلة تسجيل المرشحين ومرحلة الاقتراع والفرز مضيفا أن الهيئة توجهت دعوات لعدة منظمات عربية ودولية عاملة في هذا المجال وأنها بانتظار الرد من جهته أصدرت تحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية راصد تقريرا وجه فيه عددا من الانتقادات للهيئة منها التأخر بالكشف عن البطاقات الانتخابية للعسكريين وثبوت الخطأ بتسجيلهم الأمر الذي أصدرت فيه مؤسسة القوات المسلحة بيانا غير مسبوك قالت فيه إنها سلمت الهيئة بطاقات انتخابية صدرت بالخطأ بأسماء عسكريين تم تجنيد بعضهم بعد صدور بطاقاتهم وتعهدت بمنع العسكر من المشاركة بأي شكل في الانتخابات المقبلة ولا التأثير فيها تطبيقا للقانون أما بالنسبة إلى حجز البطاقات الانتخابية فأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع هذا الموضوع وأحالته إلى النيابة العامة وامتنع بنيهاني عن التعليق لأن الملف أصبح الآن على ميزان القضاء وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أوضح بنيهاني بأنها سابقة لأوانها ومخالفة وأن الهيئة خاطبت الجهات المعنية بهذا الخصوص وكان آخرها مخاطبة رئيس الوزراء عبداللنسور والطلب من الحكومة وأذرعها التنفيذية منع وإزالة أي مخالفة مشيرا إلى أن الهيئة ستعرض تعليماتها حول اعتماد الصحفيين والدعاية الانتخابية خلال الأيام القادمة إذن العملية الانتخابية أصبحت على مرمى حجر بعد الانتهاء من وضع الأساسات لها وأما البداء فعلى وشك أن يكتمل بعد صدور العليمات ناظمة لسير هذه العملية فيما يبقى حجم التفاعل البشري معها سؤال يجيبه يوم الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل بمبادرة من الملتقى الأردني لإعداد القادة اختتمت اليوم ورشة بعنوان أصول المناظرات الورشة التي عقدت في مجلس النواب واستمرت ثلاثة أيام تناولت أحدث أسليب المناظرات مدير مديرية مؤسسات المجتمع المدني سليمان النقرش قال إن المبادرة جاءت من منطلق أهمية تدعيم وتطوير دور مجلس النواب ورفع مستوى للقيام بالدور المناطبه على أكمل وجه عبينا وكان لدينا رغبة بأن نؤهل الموظفين على قدرة المحاججة وتقديم قدرة على الإقناع حتى يكونوا قادرين على بلورة مفاهيمهم بلغة متيسرة للمجموعة المستفيدين سواء كانوا نوابا أو كانوا بيعملوا في إداراتهم حتى يكونوا قادرين على المناظرة والمحاججة ما بينهم وهناك في الداخل كما رأيتم انقسم الفريق الموظفين المتدربين وهي كانت هذه الجلسة لخلاصة ما تدربوا على طريق التمرين حي ومباشر أمام موظفي باقي المجلس وبحضور قادة الإداريين للمجلس وبحضور الإعلام جمعية أصدقاء عمان والمجالس المحلية في إقليم العاصمة وبالتعاون مع وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية أطلقت الحملة الوطنية لحقوق الناخبين الحملة التي حضر حفل إطلاقها وزير التنمية السياسية بسام حددين ووزير التنمية السياسية الأسبق صبر ربيحات تناولت ثلاثة محاور هي العلاقة بين الناخب والمنتخب والإصلاحات السياسية تحت قبة البرلمان والمال السياسي حددين قال إن البرلمان المقبل يشكل محطة انطلاقة سياسية ونوعية جديدة في طريق إدارة الدولة وإن القائمة الوطنية في العملية الانتخابية تشكل إصلاحا حقيقيا للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الناخبة لا يختار المجلس النيابي بل يختار شكل الحكومة المقبلة وهذا يعني أن البرلمان ستكون أمامه تحديات ومسؤوليات كبيرة عقدنا العزم أن تجرى هذه الانتخابات بالرغم ما يحيط بالإقليم من معطيات وتطورات لكن هذه المحطة استحقاق دستوري وتتويج لخارطة طريق للإصلاح هناك ثلاث محاور سيكون من خلالها بحث هذا الموضوع محور العلاقة بين الناخب والمنتخب ومحور المال السياسي ومحور البحث حول الانتخابات النيابية سيكون في الأقليم سيتم في الأقليم وبالتالي نحن كمجالس محلية قمنا بهذا العمل لرغبة منها لحث الناخبين وجلبهم ونعمل استعدادهم للانتخابات نظمت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية مصابقة دولية في المحاكمات السورية في مجال القانون الدولي بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية وقام الطلب المشاركون في المصابقة بافتراض قضية معينة وتمثيل محاكمة سورية للقضية ذاتها وذلك بغرض تقوية الطلبة وتمكينها من المناظرات القانونية يذكر أن هذه المصابقات تسهم في سقل شخصية قانونية للطالب وتزوده بالمهارات العملية اللازمة وتثري لديه الجانب التطبيقي والتدريبي في مجال المعرفة القانونية تحت ذريك في البلاد دفعت هذه النشاطات تعتبر تطبيقا عمليا للدراسة النظرية التي تمتاز بها كلية الحقوق عادة جاءتنا الرغبة من جامعة النجاح كلية الحقوق بأن نقيم محاكمة صورية بين فريقين من كلية الحقوق في جامعة عمان وجامعة النجاح وبدأ الاتفاق أو التنسيق مع الوكال الأمريكي للتنمية راعية وداعمة هذا المشروع من أجل البحث في القضية الافتراضية موضوح هذه المسابقة لا يخفى عليكم أننا في فلسطين الآن بعد الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال نحن بحاجة إلى كوادر مؤهلة للترافع أمام المحاكم الدولية لتمثيل قضايانا وإلى الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة رامالله وداهمت مقرات تابعة لمؤسسات أهلية ومدنية فيها فقد دهمت قوات الاحتلال مقر لجان العمل الزراعي ومقر شبكة المنظمة الأهلية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرة بالإضافة إلى مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وصادرت عددا من ممتلكاتها وأثناء عملية الاقتحام وقعت مواجهات بين مجموعة من الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع ولم يبلغ عن وقوع إصابات هذا الإجراء الإسرائيلي هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر على المؤسسات الأهلية هو استمرار لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني إلى قمع تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال يأتي ذلك على خلفية القرار الدولي الذي اعتمد فلسطين كدولة مراقب دولة غير عضو في الأمم المتحدة إسرائيل رداً على هذا القرار قامت بمجموعة من الإجراءات واستمر هذا أيضاً من خلال منع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير السيد عبداللطيف غيث من دخول الأراضي المحتلة ولاحقاً تم إصدار أمر منع سفر خارج البلاد بحق السيد عبداللطيف كما وتم منع زميل آخر المحامي سامر سمعان من زيارات السجون خلال فترة الإضراب عن الطعام نحن في هذا الاستهداف نقول أنهم اليوم استهدفوا دورنا نضالي واتساع هذا الدور سواء محلياً أو دولياً القضايا التي عبثوا فيها في الاتحاد هي قضايا كثيرة سبع أجهزة كمبيوترات محمولة الهارد ديسك الأساسي الكاميرات الوثائق وكذلك استولوا على مبالغ نقدية من البتكاش أعلن الرئيس الإكوادوري رفايل كوريا في تصريحات صحفية أن بلاده ستدرس طلباً محتملاً للجوء الرئيس السوري بشار الأسد إليها في حال قدم الأخير الطلب وذلك وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس وقال كوريا أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قام بزيارة الإكوادور قبل 15 يوماً نافياً المعلومات التي أشارت إلى أنه تم بحث احتمال لجوء الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته إلى الإكوادور وعضح الرئيس الإكوادوري أن المقداد جاء إلى كويوتو لشكر الإكوادور على موقفها من النزاع في سوريا في العاصمة السورية دمشق قتل العشرات في قصف مدفعي شنه الجيش النظامي في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في العديد من المناطق فقد تعرضت الأحياء الجنوبية لدمشق لقصف براجمات الصواريخ من مطار المز العسكري في وقت رد فيه الجيش الحر بإطلاق قذائف الهاون على المطار وفقاً للجان التنسيق المحلية وفي دير الزور قصفت طائرات سلاح الجو السوري أحياء عدة في المدينة في حين تستمر المعارك في حلب بين الجيش السوري النظامي والمعارضة المسلحة على صعيد المتصل كشفت صحيفة انديبندت البريطانيا اليوم أن تحالفاً دولياً يضم بريطانيا يعكف حالياً على وضع خطة لتوفير التدريب العسكري وتقديم الدعم الجوي والبحري للمعارضة في سوريا فرنسا بدورها أكدت على لسان وزير الدفاع أنها لا تنوي التدخل في سوريا ورفضت تأكيد وجود حاملة الطائرات الفرنسية تشارل ديغول في المنطقة من جانبهم تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل تعهدوا بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر للمعارضة السورية الحولي 10-12-2012 تشهد القاهرة مظاهرات حاشدة معارضة وأخرى مؤيدة للاستفتاء على الدستور ويتركز مسرح مظاهرات المعارضين في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية أما المظاهرات المؤيدة فمسرحها مسجد رابع العدوية والرجدان في مدينة ناصر بالقاهرة وكانت الأحزاب والجماعات المعارضة دعت لمسيرات احتجاجا على استفتاء على الدستور الجديد يوم السبت تم ترتيبه بسرعة حسب وصفهم وتقول المعارضة أن هذا الاستفتاء أدى إلى حالة استقطاب سياسي في البلاد وكان أحد المعتصمين قتل صباح اليوم في ميدان التحرير وأصيب تسعة آخرون بهجوم مسلح شنه مجهولون على مركز الاعتصام وقال شهود عيان أن المعتصمين الذين بلغ عددهم بضع مئات رشقوا المهاجمين بالحجارة والزجاجات الفارغة واعترضوهم خارج الميدان في إطار التعاون والتبادل الإعلامي تعقد مؤسسة IMS الدنماركية اجتماعا على مدار يومين يحضره مدير عام قناة رؤية الفضائية المهندس فارس الصائغ ومندوبونا عن تلفزيون وطن في فلسطين وتلفزيون الجديد اللبناني ومندوبونا عن تلفزيون أون تيفي المصري ويهدف الاجتماع إلى توقيع اتفاقيات تبادل مواد إعلامية بين الأطراف المشاركة في الاجتماع الاستفادة ستكون بتبادل المحتوى نحن بالبداية ممكن نبلش بالأخبار معروف أن المواطن الأردني مهتم بالشأن العربي تحديدا بالدول الموجاورة فالشأن المصري كمثال حاليا موضوع جدا مهم ونحن نهتم أن نأخذ أخبار من الشركاء مثل الأخوان اللي قابلتوهم بالإضافة كمان نحن ندعو نوصل رسالة الرسالة الأردنية للبلدان المجاورة أيضا المحتوى ممكن نحكي بمحتوى ممكن تبادل الدراما ممكن تبادل المحتوى الترفيهي مش بس ضروري يكون سياسي أو جدي فبعتقد أنه هذا رح يفيد كثير منه نقرب الدول عن بعضها وبنفس الوقت يكون التغطية المباشرة لرؤية عم نأخذها مباشرة من الموقع وليس فقط من الأردن نأخذها من الدول أجرت جمعية الابتسام اليوم عددا من عمليات الشفة الأرنبية والشرع الحلقي لتسعة وسبعين مريضا في مستشفى الأمير حسين في منطقة عين الباشا وتعد هذه المبادرة الرابعة من نوعها التي تنفذها الجمعية في المستشفى العمليات التي قام بها فريق من الأطباء المتطوعين من المملكة ودول أخرى شملت العديد من المرضى الأردنيين وغير الأردنيين يذكر أن جمعية الابتسامة أجرت أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عملية جراحية لأطفال يعانون من تشوهات خلقية منها الشفة الأرنبية وأشق صقف الحلق بحسب ما أفادت به رئيسة الجمعية الدكتورة أمال زريغات بعد توجيهات مع الوزير صحيحة الأكرم الأستاذ الدكتور عبداللطيف وركات أن نقدم الدعم اللوجستي والدعم إلى جمعية الابتسامة التي تقوم أن هذه الحملة الرابعة حملات كبرى مدتها أسبوع منذ سنتين منذ فتاح هذا المستشفى كل حملة هناك حوالي من 20 إلى 25 عملية جراحية للأطفال شف الأرنبية أو سقف الحلق أو الحروق للأطفال فأربع الحملات يعني ما يعادل حوالي كل حملة 100 إلى 120 يعني نحن 400 إلى 500 عملية تم في هذا المستشفى نحن هذه الحملة الرابعة والـ 28 ككل الحملة الرابعة في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني هي مستشفى حكومي في عين الباشا وبيساعدونا بكل حملة نحن بنيجي نعمل عملياتنا هون من الطاقم الأردني المتطوع والطاقم الدولي والاستاف اللي موجود في المستشفى الحقيقة من مدير المستشفى لجميع كوادرها كمستشفى حكومي بيبدو كل خير ومساعدة لهذول الأطفال وعوائلهم وخدمة كل المتطوعين بنتي بتعاني من عندها فتحة بسقف الحلق باسمها عملت لها عمليتين قبل هيك مع جرحين أردنيين خاصين طبعا وللأسف العمليات هاي بات بالفشل لكن بفضل الله العملية التالتة اللي صويناها مع الأوبراشن سمايل وجدنا اختلاف كامل من خلال العملية واللي لاحظته أنا اللي صار مع بنتي يعني اختلاف كامل في العملية الموجودة والحمد لله إن شاء الله أنه رح تتكلل بالنجاح والآن إلى جولة على آخر أخبار العالم وزارة الخارجية الأمريكية توشك على إدراج تنظيم جبهة النصرى الإسلامي المسلح الذي يقاتل الحكومة السورية في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية حيث تعتبر جبهة النصرى من أكثر التنظيمات المعارضة فعالية في القتال الدائري في سوريا من أجل الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد مما يثير قلق الغربي من احتمال استيلاء الإسلاميين المتشددين على مقاليد الأمور إذا رحل النظام المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي أحالت رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل إلى النيابة العسكرية وذلك للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص والسجن لمدة عشر سنوات ضد ثمانية عسكريين بينهم ضابطان برتبتين عاليتين إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قررت إغلاق حساب يعتقد أن حركة طالبان في باكستان كانت تستخدمه لتجنيد كوادر وعناصر للعمل في مجلة جديدة تصدرها في باكستان وكانت حركة طالبان قد أكدت لوكات فرانس بريس أنها تستخدم موقع فيسبوك لاستقطاب صحفيين ومنتجي فيديو لمجلتها الإلكترونية الفصلية رئيس الوزراء المالي شيخ موبيدو ديارة أعلن استقالته من منصبه بعد ساعات من اعتقاله من قبل عسكريين أسهم في قلاب أذار الماضي ديارة اعتقل في وقت متأخر مساء أمس أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى فرنسا قام أكثر من مائة ألف هندي بغناء النشيد الوطني معا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي الذي تحتفظ به باكستان فقد تجمع سكان مدينة كامبور في ستادن بالمدينة لغناء النشيد الوطني وبحضور ممثلين لموسوعة جينس للأرقام القياسية العالمية وكانت باكستان قد حطمت الرقم القياسي العالمي عندما قام أربعة وأربعون ألفا ومائتي شخص بغناء النشيد الوطني معا في مدينة لاهور الباكستانية أصبحت كوستريكا أول دولة في أمريكا اللاتينية تحضر رياضة الصيد بعد أن صوت برلمانها على ذلك بالإجماع وهي الدولة التي تعرف بحرصها على البيئة حيث حولت نحن ربع أراضيها إلى متنزهات وطنية ومحميات لما فيها من حيوانات تصنف بالنادرة منها النمر الأمريكي الاستواء المرقط الأسد الجبلي والسلاحف البحرية وبموجب القانون الجديد يعاقب من يمارس الصيد بالسجن أربعة أشهر أو دفع غرامة قدرها 3000 دولار إلى أبرز ما تذوله الناس من أخبار في فقرة أخبار الناس أنه في منخفاض لمدة ثلاثة أيام لو بنتهي يوم تلجمع مساء سمعت أنه جلالة سيدنا يعني سافر إلى لندن وتصور أنه يعني مهام جلالة سيدنا كثيرة فيه إقبال على المحروقات لشراء المشتقات النفطية يعني كاز وغاز وبنزين يعني بسبب أحوال الجوية السايدة الموجودة هنا خسارة الأردن قدام العراق 1-0 خبر إفراد الملك دات عبد الله الثاني عن المعتقليين في الحراك السعب نطالب بإقالة المدرب عندنا نحمد من تدريب المنتخب الوطني على الإدارة الملكية بسمح المصريين بأنه توصيب أوضاعهم مع أنه كان فيه حملات وكان فيه أمور بتخص العمالة الوافدة ونشكره جدا جدا على إعادة النظر وتصيب أوضاعها المصرية اليوم رئيس الوزراء كان مدو يغلي الكهرباء الغلاء الكهرباء فهسا اليوم أقر في الأخبار أنه أجر الكهرباء راح تصير بعد انتخابات الخبر أنه إفراج جلالة سيدنا على الموقفين حراك كامل اسمعنا بدهم ينزلوا الدخان وينزلوا الديزل مع بعض بقوله لعل الخبر الأبرز الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة يوم أمس واليوم هو لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع عدد من شباب الحراك في منزل الدكتور رجائي لمعشر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة في حكومة سمير الرفاعي جلالة الملك أعلن خلال اللقاء أن صفحة الاعتقالات طويت وهذا التصريح وغيره قبل بترحيب كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب الصحفي باتر وردم نشر على صفحته الخاصة على الفيسبوك رابط لقاء جلالة الملك بشباب الحراك وكتب في منزل رجائي لمعشر الملك يلتقي مع مجموعة من النشطاء السياسيين المحسوبين على الوطنية الأردنية كما أسماهم وردم متسائلا هل يستجيب الحراك بالتخفيض من صقف الشعارات واحترام الملك في المقابل الناشط والصحفي منصور لمعلى كان من بين الشباب الذين حضروا اللقاء وكتب على الفيسبوك نفيا للعديد من الأخبار والمعلومات التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية على لسانه جاء فيه بناء على ما تناقلته وسائل الإعلام عن صفحة على الفيسبوك من حديث أدل به الملك عبدالله الثاني وبعد استفسار عدد من الحاضرين تبين أن ما ورد من معلومات هو استنتاجات شخصية تحتمل الصواب والخطأ ولم يرد على لسان جلالة الملك أي من المعلومات التي حورت من كونها استنتاجات إلى تصريحات وهو ما يتنافى مع الواقع من السياسة وشجونها إلى الأمطار التي هطلت صباحا اليوم وعمت أنحاء مختلفة من مختلف محافظات المملكة حيث بدت الأجواء رومانسية وشاعرية على صفحات الفيسبوك وليس فقط الفيسبوك بل فيسبوك وتويتر وانتشرت أغنيات شتي يا ديني ورجعت الشتوية لفايروز ولكن الأمطار والسرعة تسببت في أكثر من حادث منها ما وقع على طريق المطار حيث تسببت شاحنة بحادث السير أدى إلى تعطيل حركة المرور في الشارع المذكور أصدقاء رؤية وكعادتهم في التواصل المميز أرسلوا لنا أكثر من صورة تبين حادثين وقعا على طريق المطار إضافة إلى صورة تظهر تعطل إشارات ديرغبار مما أدى إلى أزمة سير خانقة صباح اليوم الصور التي تمت إعادة نشرها عشرات المرات ومن بين التعليقات المصاحبة لها كان تعليق سوزان أباظة التي قالت الله يحمي الجميع سواقا صعبة بالشتاء تمهلوا يا ناس وإلى الشأن العربي وتحديدا لبنان حيث تصادف غدا ذكرى وفاة الصحفي جبران تويني مؤسس جريدة النهار اللبنانية الذي توفي في تاريخ 12-12-2005 في اعتداء بسيارة مفخخة شرقية بيروت الصحفي والمحرر اللبناني محمد شحيمي غرد في حسابه الخاص على تويتر قائلا ذكرى جبران تويني هو جبران كلمة لا تمحى وقسم لا ينسى وذكرى لا تفنى هو شهيد الصدق والشجاعة والأمل بلبنان أولا وأخيرا الصحفي في جريدة النهار اللبنانية زين حريز زين حريز استذكرت تويني بتغريدة مصورة قالت فيها صباح الخير والحرية صباح الكلمة الحرة في ذكرى جبران تويني بهذه التغريدة نصل إلى نهاية النشرة لم يبقى إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوي جلالة الملك يبحث مع كبار المسؤولين في لندن آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بناء على التوجيهات الملكية محكمة أمن الدولة تفرج عن عدد من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة وقوات الاحتلال تقتحم مقرات لمؤسسات أهلية وتصادر محتوياتها في مدينة رامالله بالضفة الغربية نهاية النشرة شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر